ماروك أخبار يوميا السلام عليكم ورحمة الله وقبلها سبحانه مع عباده المنعام عليهم بالجنة والرضوان ومما جاء في هذه البرقية وبهذه المناسبة المحزنة نعرب لكم ولكافة أهلها وأقاربها ومن خلالكم لعائلتها التقافية والفنية الكبيرة عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة داعنا الله العلي القدير أن يعوضكم عن فراقها جميل الصبر وحسن العزاء وأضاف الملك إن وفاة الفقيدة لا يعد خسارة لعائلتها الصغيرة فحسب وإنما للأسرة الفنية المغربية بصفة عامة التي فقدت برحيلها فنانة وممثلة متميزة يشهد لها الجميع بعطائها الغزير وبمساهمتها الفعالة والجادة في تطوير وإشعاع الفن المصرح والسينماء ببلادنا وفي خدمة المجال الفن والتقافي الوطني وتابع الملك وإننا لنستحضر في هذا الظرف الأليم مناقب الراحل المبرورة التي كانت تحظى بتقديرنا لما كانت تتحلى به من خصال إنسانية عالية ولما عهدناها في شخصها من تفانن ونكران للدات لا سيما خلال مزاولة مهامها الحكومية ومن قيم الوطنية الصادقة وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم فإننا نسأل الله تعالى أن يشملها بمغفرته ورضوانه ويجزيها خير الجزاء على ما قدمته لفنها ووطنها من أعمال جليلة ويسكنها فسيح جنانه نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي